معنا الآن كنت أعيد التحية عليك وأيضا أسألك فيما هو مستجد لديك على الأرض في معبر رفح وتحديدا من الجهة المصرية نعم تحياتي لكم مرة أخرى وتحياتي لجميع السادة المشاهدين مازلنا الآن متواجدين كما كنا من أمام بوابة معبر رفح لا تختلف الصورة كثيرا عن قبل فما زالت الشحنات على يساري منتظرة معاد الدخول إلى الأراضي الفلسطينية من خلف البوابة يعني الآن ها هي منتظرة وجميع الشباب ينتظرون دخول هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية يعني منذ قليل ربما رصدنا سويا التجمعات الكبيرة للشباب الذين متواجدون هنا في محاولة للضغط بشكل مباشر أمام الإعلام الدولي والمحلي على الأمم المتحدة وغيرها من البلاد لفتح البوابات من الجانب الآخر أي الجانب الفلسطيني لدخول هذه المساعدات الإنسانية الآن هدأت الأوضاع قليلا وتحرك الشباب إلى الخيام هناك خيام تم نصبها على جانب بوابة معبر رفح يرابط فيه المتطوعين ويرابط فيه أيضا الشباب وحتى سائقي السيارات التي تنقل المساعدات انتقلوا إلى هذه الخيام الآن في انتظار اللحظة المناسبة لدخول هذه المساعدات الإنسانية ولكن ربما الملفت في هذه التجمعات في الشباب وتواجد عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومتطوعين من داخل شمال سيناء في حد ذاتها ولكن أيضا سيارات الإسعاف ووزارة الصحة ومتطوعين أيضا من الكوادر الطبية متواجدين أمام معبر رفح للتعامل بشكل مباشر مع أي حالات الإنسانية من الممكن على أمل أن يستطيعوا أن يساعدوا إما أن يدخلوا بأنفسهم إلى الجانب الآخر في الأراضي الفلسطينية أو حتى إذا سمحت الظروف بخروج الحالات الحارجة والإسطنائية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين لعلاجهم هنا في الأراضي المصرية أيضا أمام البوابات ولكن أيضا للأحمر المصري متواجد بهذه التبرعات التي قام بها بالتبرع بها الشعب المصري خلال الأسبوع الماضي من التبرع بالدماء والأموال وغيرها من التبرعات التي رصدها الهلال الأحمر المصري وكانت وصلت في بداية الأزمة وبداية العدوان الغاشم على الأراضي الفلسطينية قام الهلال الأحمر المصري بالفعل بإيصال بعض من هذه المساعدات إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتم استقباله وتم توزيعه على مستشفيات مثل مستشفى الشفاء في غزة ولكن بعد أن تم ضرب المعبر من الناحية الفلسطينية توقفت دخول هذه المساعدات وأيضا تم التأكيد من الجانب المصري على استمرار فتح البوابات لنقل مساعدات بعد تصليح هذه الأمكانة تم ضربها من الجانب الأخر الهلال الأحمر مصري متواجد بالفعل على يميني هنا وسيارات الإسعاف وشباب الهلال الأحمر مصري ما زالوا متواجدين في انتظار هذه المساعدات لأن تدخل ولكن أيضا المميز والمختلف هي استمرار إقبال هذه الشاحنات وهذه القوافل المليئة بالمساعدات الطبية والغذائية في محاولة للدخول يعني استفاف كبير جدا من بوابة معبر رفح دخولا لي يعني تقريبا ما يقرب من 2 أو 3 كيلو مترات من الشواحن متوقفة بالفعل حتى أن ما زالت هناك بعض القوافل والشواحن والشاحنات متواجدة في الشيخ زويد تنتظر أيضا حتى لا يطول هذا الاستفاف من أمام معبر رفح رصدناها في طريق قدومنا للمعبر هذه الشاحنات ما زالت تتوافد بشكل كبير مطار العريش الدولي أيضا حيث نزلنا منذ قليل ما زالت يستقبل بعض المعونات وبعض المساعدات الإنسانية التي وصل بالفعل من عدد كبير من دول العالم رصدنا من فولندا رصدنا من الأمارات رصدنا من عدد كبير من الدول ما زالت هذه الدول ترسل هذه المساعدات إلى مطار العريش الدولي نعم كريم يعني ربما هو أمر إلى الشيخ زويد ورفح نعم ربما الصورة التي أشرت إليها مؤخرا هي وضع منطقي وطبيعي لما تقوم به مصر من جهود منذ بداية الأزمة كل الدول توجه مساعداتها عبر مطار عريش الدولي مستمرون وهناك إصرار وعزيمة من قبل القيادة المصرية والشعب المصري لوصول هذه المساعدات وكما نقول دوما أنتم هناك أو إخواننا هناك مرابطون حتى العبور عبور الشاحنات لمساعدة أهلين فمئات الألاف كريم كل يوم الأزمة تزداد يعني هناك مئات الألاف من المواطنين المحاصرين في غزة كل يوم تزداد الأزمة ويزداد الاحتياج ومن ثم لا بد أن تزداد الشاحنات ويزداد الدعم المنتظر حتى الآن عند معبر رفح لانتظار ساعة الصفر وسنتابعها معك كريم بيبرس زميلي كنت معنا من رفح شكرا جزيلا لك ونعود مشاهدين إلى مشهد المواطنين المصريين الشرفاء في شوارع مصر في كل المحافظات يؤيدون الموقف المصري موقف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بحماية أمن مصر القومي وحماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مصرح للعمليات العسكرية وحماية أيضا القضية الفلسطينية ورفض رفضا قاطعا كل الحديث لمجرد الحديث عن مسألة تهجير أهالي سيناء أهالي فلسطين عفوا أهالينا في غزة فالقضية الفلسطينية تحتاج من الجميع الدعم والتأييد وتحتاج من الشعب الفلسطيني الصمود ومن هنا يجب دخول المساعدات وهو ما تحرص عليه مصر دوما منذ بداية الأزمة على دخول المساعدات حتى يستطيع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحديدا الصمود أمام هذا العدوان الإسرائيلي من تتابع في هذه الجمعة جمعة تحية مصر توافد مئات الآلاف والملايين من المواطنين المصريين إلى الشوارع والميادين وبعض الميادين تحولت إلى مظاهرات مليونية ولا موطئة لقدم واحد في هذه الأماكن التي جاءت ورفعت الأعلام الأعلام المصرية جنبا إلى جنب في السماء مع الأعلام الفلسطينية وهذا إن دل فإنما يدل على أن تأييد ودعم القضية الفلسطينية هو موقف شعبي وقيادي ورسمي هنا في مصر من قلب العروبة التي تحاول ولا تألو جهدا في دعم القضية الفلسطينية مع جميع الأشقاء العرب الدعمين لهذه القضية على مدار التاريخ ومنذ بدأت هذه القضية في أن تأخذ دورها في المحافل الدولية وهو ما تقوم به مصر دوما ترجمة نانسي قنقر